تارك في التدريبات أشخاص تراوحت أعمارهما بين خمسة أعوام وسبعين عاما معظمهم من مدينة بكين وشانجياكو في رابع من فبراير سنظهر روح الصينيين المسنين ليرى العالم أن الصين ليست دورة قوية تتمتع بمعيشة مرتفعة في حسب بل إن كبار الصين فيها أيضا في حالة جيدة أنا محظوظة لمشاركة في أولمبياد بكين شتاوي وتبلغ مدة مراسم الافتتاح حوالي 100 دقيقة وتتكون من عاصر البساطة والأمان والإثارة كمبادئ لها بينما يتزامن يوم الافتتاح مع أحد الأيام الشمسية 24 في الصين وهو ليتشون ويعني بداية الربيع حيث ينعكس هذا العنصر المهم في المراسم أيضا الملابس التي نرتديها تزهر أحد الأيام الشمسية 24 وهو ليتشون يوم مراسم الافتتاح في رابع من فبراير هو بداية العبيع لذلك نأمل أن نروي قصة العبيع للعالم من خلال أولودنا وتم وضع خطط العروض الأربع لحفلات الافتتاح والختام للععاب الأورمبية والبرلمبية في مارس الماضي ومع أن معظم المشاركين في مراسم الافتتاح من الطلبة تم ترتيب البروفات في عطلات نهاية الأسبوع من أجل عدم التأثير على دراستهم أنا فخورة بأن يمكنني أتحدث إلى العالم عن جمال وقوة بلدنا نيابة عن الأدفال صغال أدت المشارقة في هذا النشاط إلى تحزين قدرة على إدارة الوقت كثير كما أصبحت قدرة على رئاية ذاتية أقوى إيدا لم نسطم فرقا أو مماثلين محترفين الأمر الذي ربما لم يحدث أبدا في الأعلاب الأورمية السابقة أثق بأن التدريب في مراسم الافتتاح سيفيد كل منهم مدى الحياة ترجمة نانسي قنقر